عربية ملفتة في شوارع مدينة التالة مخصصة لبيع الوجبات الساخنة السريعة كما ترون معنا شكلها جميل ومميز وحجمه صغير طبعا الناس تقبل عليها لشراء الطعام أو السندوشات الجاهزة السريعة سيد زين الدين أحد شبافي مدينة التالة الذي قرر أنه ينفذ المشروع بالشكل الذي ترونه هذا هو مشروع بسيط لا يتعدى أكثر من 10.000 جنيه لأنه هو أحد أصدقائه لتنفيذ المشروع والمتجول يتلفل في الشوارع كلها في مدينة التالة محافظة المنوفية هو أحد النماذج الشاب السيد يصرف على أسرته تجهزه من عمله ومعامله كيف كان محترم؟ نعم سألتقائه سألتقائه أنا حاليا في هيدة إن شاء الله سألتقائك لابس جلافزات الأول ومهتم بالنظاف سألتقائه أن نجب سألتقائك 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 لا نستخدم الهاشة السورية و الهاشة الفينة أنا دلوقتي إن شاء الله معي عبادة السوري و معي اتنين شاعر معاملهم عكرية لدلوقتي شغال الناس بقى بتطلب منه الأول قبل ما نخش في تفاصيل الأكل العربية فكريتها ايه؟ شريعة جاهزة ولا عاملها؟ أنا شريعة جاهزة شريعة جاهزة شريعة الوضعاء كده والمشروع كله مكلفتش العشرة تلال تقليل المكسابه كويس؟ المكسابه الحمد لله و زاد لو اتميت فيه المكسابه من ناحية كويس فهو قويس عرفت كمان معاك واحد صاحبك شريك معاك في المشروع انتوا اتنين شغالين بقى بتبدلوا الأيام؟ لا انا و هو موقفين على العربية في نفس الوقت؟ اه يعني حتى احنا كنا فتحين محل اسكريم قدام برضو في الشارع هنا بس ايام الكورونا بقى جد وقفت الدنيا ورجعت بالعربية لشكلها حلو دي؟ اسألك الناس بيجيلك برضو عشان شكلها حلو وتعالي نعم ً السلاحة من الناس ملفتة في ملتش انا فترتها عشان كده حتى فإن ذائها كويس اداقت اداقت من انته حشان اهه شغلة عالي اه شغلة عالي ساهمت معي في الننك اينا ان شاء الله فتبتك بما الجاية اللي بعدها اوه وروق ساهمت معي ساهمت كده الحمد لله اكيد نفسك العربية دي تبقى مشروح كبير بعدها اكيد اكيد وعتمنى ذلك ان شاء الله قل لي بقى الاكل اللي عندك نرجع للمي بدأنا يعني الاكل اللي عندك المتاح اي بقى المتاح عنده انا شايفه بطابس الاول اه اه هم فيه بطاطس وفيه ايه جديد فيه بطاطس وفيه شو ورما فيه بنا فيه كفتة فيسباب فيه ام فيه مساء اللي عنازالشبلاتة وفيه ناملس شبلاتة مع ميكسر حلوة وكيه ووريو ويهده امير قدرك بالدك لا ان شاء الله اميرها يهده وهذه مكسر الادي همم انت بيتك قريب من المكان هنا ولكن كده بتجيب الاكل جاهد اميرها بل قولي قولي انت بتتحركوا بالعربية دي ولا يه لا اول سابتين اكتر لا احنا كده كده واحدين هنا ما بتتحركوش هانا قصد من مكانكم ما انفق امكانية انكوا تحركوا بيهم اه بس روح نحنا اسبقنا هنا ارزقوكم هنا اه يعني احنا قولنا اصلا اننا كانت في دماغنا فاول ما فتحنا اننا نفتح من قبل 14 ايام هنا ونطلع نقط في الميدان عند بورنشك لكن الحمد لله عمد ربنا رضان عمد لله ويقوم الناس بالحجوة بالحمد لله فإن أنا أطلع هناك فأنا أخسر حاجة نعم أكداين هل سندوتشت عندك غالية؟ هل سندوتشت عندك غالية؟ او رخيصة؟ الحمد لله في أي حاجة حتى اشتغلنا فيها وقلنا بطائع دائماً بخص الحاجة اسمها الأسعار؟ أسعار أسعار البطاطس فيه خمسة وخب عشرات الشعور المصر يعني السندوتشت عندك هنا بخمسة؟ خمسة أستخدم البطاطس أستخدم البطاطس فيه و البطاطس فيه السجوء و كفتة بعشر وخمسة وعشر الشعور المصر المصرح فيها البني بعشر وخمسة وعشر وعياناً تسعى بنعمله بعشر بار من أقراض الأدخال معنا الشعور المصر الشعور المصر يقنق الإيتان يعني الأسعار عندك بطراح ما بين خمسة وخمسة وعشرين وثلاثين؟ أسعار تلاتين وخمسة وعشرين يعني هو بأمانة يعني إحنا ماشيين بمبدأ هي ما إلا أسعار بس على حاسة بردو ممكن يكون تزيبون يأتي مثلا معيشة معايشة غير عشرين جنيه وعايزة أكون ستيبسة يعني لو حد جالك ما معويش فلوس تكاف بتتديله؟ أه يعني تتديله ألا ده كلام عشان التصوير وجده؟ لا بأمانة والله العزيم فعلا بيحصل الحمد لله فأي حاجة اشتغلناها هاموما يعني لأن إحنا ما بنحبش اللوة نرتضب برضو إن إحنا اللي بشغلين مع أحد أو كده إحنا بنحب دائما اللوة نتطور من ذاتنا اللوة نعتمد على نفسنا أكثر بدل ما صحيتي وشقايا يروح لغيري لأ صحيتي وشقايا رحلية يعني زي ما حضراتكوا تابعت معانا مشاهدي جريت الوطن سيد من نمازج المكافحة المفترمة يعني زي ما نشاهدون برضو بيحافظ على لقم تعيشه وبيحافظ على الأكل ودائما منتمه بالنظافة العامة للكان دي قصته دي عربية الأكل اللي ابتعد وهو أشريكو من مدينة خلا بمحافظة المنوفية يعني بنشكركم مشاهدي جريت الوطن على المتابعة وميدي قصة بباح سيد وميدي صديقه عربية الجميلة الشيك للمجابات الساخنة والسند والساب بنشكركم مشاهدي جريت الوطن على حسن المتابعة ومتن معكم أنا بروهيني موسيقى 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 اشتركوا في القناة